النهاردة عندنا الستوديو التحليل للجولة التلاتاشر من بطولة الجمهورية موليد الفين وثلاثة شباب الاهلي امام شباب بيرامدز في ملاعب الناشئين بمدينة نصر قبل ما نروح للتحليل الفني ونتكلم بالتفصيل عن مباراة اليوم كابتن حشيش كان فيه بطولة شمال افريقيا تجمع منتخب مصر امام ليبيا الجزائر تونس المغرب بطولة مهمة في مشوار بطولة طبعا وديها في مشوار منتخب مصر للشباب بقيادة كابتن واق الرياض شايف البطولة ازاي خاصة ان التجمع كان اسبوع بعد كده كابتن واق الرياض طلب انه هو يشارك ويكون موجود في هذه البطولة يعني طبعا انا شايف انها تجربة مفيدة جدا لمنتخب مصر اود نظر عن النتائج لانه كانش مطلوب من واقل نتائج انه هو لسه مجمع الفرقة بقى له اسبوع وجي توقيت الدورة دي فدي شجاعة منه ان هو طبعا يعني يقبل ان هو يروح بالفريق في ظل طبعا يعني انه ما شافش طبعا كل اللعبة على مستوى طبعا مصر كلها شاب بعض بس الاندية راح طبعا بلاعب فرق على مستوات عالية جاهزة من بدري فدي كانت حاجة تحساب له بصراحة يعني اكيد هو طبعا استفاد في احتكاك مباشر مش بقى ماتشات ودية او ماتشات مثلا جمهورية هنا لا دي ماتشات يعني قوية وماتشات فيها اكتر من الندية يعني معها برضو اكتر من مدرسة مختلفة انت عارب برضو ليبيا غير تونس يعني فيه اختلافات طبعا بينهم فقدر يحط ايده على بعض العناصر الكويسة اللي ممكن تكمل معها والعناصر اللي هي يعني اقل شوية في المستوى واللي هو ما تم اختيارها نتيجة السرعة زي ما احنا قلنا في خلال اسبوع والمحتاج الفترة اللي جاي بصراحة انه هو يتفرج اكتر على السن ده او العمر السني ده ويبتدي طبعا يحط عينه على العناصر اللي هي الكويسة ومحتاج ان هو يعمل معسكرات كتير ويحتاج ان هو يعمل كمان الاهم من المعسكرات مباراة كتير واحتكاج كتير عشان يوصل للي هو عايزه افضل تشكيل افضل تشكيل يعني وربنا وفقه دكتور سابت كان من النادي الاهلي محمد عبدالله احمد خالد كباكة فرس خالد معتز محمد يوسف عبدالحفيز عمر بيبو احمد عبدين محمد زعلوك بتكلم في تمن لعبين تمن لعبين ما شاء الله كلهم شاركوا في لعبة لفتت الانظار بشكل كبير في لعبة كانت بتنزل وبتغير ابرز اللعبة اللي لفت نظرك في بطولة شمال افريقيا خلي اقول لحضرك ان الفترة دي بتشهد تقلق اللعبين الشباب في النادي الاهلي اللي هم من قطع النشئين في النادي الاهلي على مستوى حكتين اول حاجة اللي هي دورة شمال افريقيا انت النهار ده عندك 8 لعبة من النادي الاهلي في فرق 2005 كلهم يعتبروا اساسيين في المنطقة يعني فارس خالد اللي هو عبد الرحمن خالد الشهير بفارس خالد يعني ده هدف البطولة اللي هو اللعيب اللي بيلعب 8 جاب 3 جوان احرز هدفين في مباراة المغرب الاخيرة واحرز هدف في مباراة الجزاء بنفس الشكل اللي هو بيكمل جوه منطقة الجزاء دايما بيجي كالعيب 8 وبيكمل جوه المنطقة هدف فده يعتبر انا شايفه اكتشاف البطولة لانه كان مستوى بيزيد لكن زاد قوي يعتبر احسن لعيف في البطولة كان فارس خالد من النادي الاهلي احمد خالد كباقة بنتكلم عليه على طول ولكن محتاج انه توظيفه يكون مركز 8 من الكابتن والرياض بدل مركز 6 حيفيده اكتر بس احمد خالد كباقة ده يعتبر احسن لعب وسط صعد في النادي الاهلي مع فارس خالد برضو محمد عبد الله محمد عبد الله انا شايفه كان احسن من عمر خضر بتاع زد في البطولة اللي الناس عملة تتكلم عليه بشكل رهيب في الاعلام محمد عبد الله قدى بشكل احسن منه سجلت هدفين صنع هدف كان مؤثر عنه تحس انه عنده الروح والشخصية وخايف على الفرقة لعيب ممتاز طبعا لعيب ممتاز وكويس يعني بس ان كانش على المستوى المطلوب بس ما عندوش حتة القلب عمر خضر لعيب مهاري وكل حاجة وهو كرة بدون كرة لا محتاج يطور الحتة دي وحتى لما يحترف اكيد هيتطوروه يعني في الحتة لما يحترف ده الفرق بقى من لعابة الاهلي بالتحديد معلش انا بغطعك يا احمد صح يعني ده الفرق بين لعابة الاهلي دايما نازلين اول حاجة بفكر فيها المكسب في روح في قتال لاخر لحظة فدي بتتولد مع ناشيين النادي الاهلي من الصغر يا أسان صح اللعيبة بقى اللي كان بيتقال عليهم ان هم بيلعبوا عشان قبهاتهم وكده أثبتوا ان هم لعيبة كويس يوسف ساد عبد الحفيز عمر خالد بيبو تغييرة ممتازة لعيب عنده سرعات واتطور بشكل كتير قوي وعنده سرعات فممتاز زعلوك لما نزل جاب جون الاتنين المساكين أصلا من النادي الاهلي معتز محمد واحمد عبدين الاتنين المساكين الأسانين بتوع المنتخب دول من ان معتز محمد طبعا كلنا شفنا واحمد عبدين مساك صعيد بشكل كويس فانت عندك في الفرقة دي لا فيه تقلق واضح من لعيبة النادي الاهلي في فرقة 2005 لسه كمان لما ينضم معهم محمد رأفط الكابتن واي الرياض مش عايز الناس تستعجل عليه لازم ياخد فرصته جماعة كاملة والراجل جريء ولسه بيبني فرقة أكيد هيبقى عنده أخطاء من يدرش نقوله أنه يعني 100% صح أكيد عنده أخطاء وهيصلح